السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة والمتوفرين على شروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية أنه صدر بالجليد الرسمية ليومه الخميس الثاني دجمبر 2021 مقرر لوزير الداخلية يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم الثالث عشر دجمبر 2021 إلى غاية يوم العاشر فبراير 2022 وذكر بلاغ الداخلية أنه تبع لذلك قامة اللجنة المركزية بحلال اجتماعها المنعقدة اليوم الخميس وفق أحكام القانون رقم 44-18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخدة لتطبيقه بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات وبهذه المناسبة يهيب وزير الداخلية بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم إلى ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني تجنيد بوائمة ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء أي ابتداء من يوم الثالث عشر دجمبر الجاري كما يخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية